مشروع مهني 2030 هو مشروع مصري خالص هدفه ورسم السياسة القومية للتدريب المهني من أجل تنمية مهارات الشباب علشان تتناسب مع المهارات ومع الجدارات العالمية اللي بتلبي احتياجات سوء العمل دلوقتي وزارة العمل شغالة على تطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثبتة والمتنقلة أيضا التابعة لها أو حتى تطوير برامج التدريب واعتماد المدربين ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني خلينا نفتفاصيل أكتر مع ضفتة ننورنا في ستوديو السباح الخير يا مصر دكتور شادي محمد شربي استشاري مشروع مهني 2030 بوزارة العمل السباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في سباح الخير أهلا بحضرتك فامي إحنا متعودين أنه ببقى فيه دايما مبادرات متعلقة بالتدريب الحرفي أو الحاجات التراثية بالنسبة لنا لكن مشروع مهني 2030 ونحن نقول هو هدف ورسم السياسة القومية للتدريب المهني المتعلقة بإيه لو حضرتك تقول لنا ببعض التفاصيل بشكل أكبر هو مبدئيا التدريب المهني على مستوى العالم مختص بكل المجالات يعني أي اسلوب أو طريقة بنكسب بيها مهار لأي شخص هو يعتبر جزء من التدريب المهني بس إحنا عندنا في مصر كمان العمالة المصرية متميزة في مجالات كتير جدا وبيتم تدريبها طبيعي دلوقتي على مستوى الدولة في أماكن كتير جدا المشروع سبب انطلاقه أن إحنا حبينا نرجع تاني البراند للعامل المصري أن يبقى فيه عامل مصري على مستوى العالم مطلوب في مهن معينة يعني يبقى متضرب بمستوى عالمي على مهارة معينة بحيث أنه ممكن يجي في وقت من الأوقات دولة من الدول تطلب التعاقد مع مصر على 300 مهني في مجال كذا 3000 مهني في مجال كذا أو أن يجي لك مستثمر من خارج الدولة يبقى عايز يعمل استثمار جوا الدولة نتيجة أن المهنة دي عندك كويسة وعندك حرفيين فيها كويسين جدا والكست بتاعهم بيبقوا كليل فإيه المانع أن أنا أفتح المصنع بتاعي في مصر بدل ما أفتحه برة واجيب عمالة تانية القصة دي كان بتقبلها تحديات معينة أول ما بدأنا في وزارة العمل مع علي وزير العمل حسن شحاتا قال إن الملف ده من أهم الملفات في وزارة العمل وإن إحنا لازم نعمله تطوير على مستوى الدولة ويكون مشروع قومي ونشتغل فيه بقوة ويؤدي ثماره في أسرع وقته ممكن يعني مش نتأخر فيه كمان فكانت البداية رصد الواقع إن إحنا نرصد التحديات اللي إحنا اشتغلنا فيها لما جينا رصدنا التحديات لقينا إن المنظومة موجودة ولكن مش منضبطة بمعنى لقينا حقائق تدريبية غير معتمدة وغير مراجعة وغير محدثة اللي بتضرب عليها أصلا متدرب وبالتالي أنا بدربها على حاجات قديمة أو بدربها على حاجات غلط لقينا إن المدرب اللي بيقوم بعملية التدريب نفسه غير مدرب يا غير مدرب وغير معتمد من الوزارة لقينا إن الأماكن اللي بيتم فيها التدريب غير مجهزة وغير مؤهلة إن هي تنفذ التدريب ده وبالتالي لقينا إن المنتج النهائي منتج يسيء لسمعة المهن المصري عملنا إيه بقى؟ عملنا إيه؟ عملنا أول حاجة خالص جيبنا المهن اللي موجودة كلها على المستوى السوق المحلي والسوق العالمي عملنا فريق فني مكون يمكن من أكتر من 120 خبير في المجال ده ما بين ناس شغالة في سوق العمل وما بين ناس أكاديميين وما بين ناس متخصصين في وضع الجدارات بدأنا نعمل لكل مهنة جدارة معينة بمعنى أنت سبك يبقى أنت هتتدرب على مهارات كذا هتتدرب على سلوكيات كذا هتتدرب على معلومات في كذا السلوك المهني في المهنة دي عبارة عن كذا مدة تدريبك هتبقى كذا الأجهزة اللي هتتدرب عليها وتشتغل عليها 1 و 2 و 3 ومدة التدريب بتاعتك أثناء هيتم عمل تقييم ليك 1 و 2 و 3 بحيث أن أنا في الآخر حقيقي فعلا أحصل على خريج متدرب مهني بصورة حقيقية مش بصورة وهمية زي ما احنا بنطلع شهادات وكذا لقينا أن الفينيش الأخير وده كان بداية المشروع بقى أصلا أن فيه شهادات كتير قوي كترت تلاقي العمال طالع أنه سبك مثلا أو ميكانيكي أو مساح أو مساعدة خدمات صحية وهو في حقيقة الأمر أصلا مالوش علاقة بالمهنة أخذ شهادة وغير حكته وطلع فدي كانت عاملة سمعة برة لينا أن العمالة المصرية بتاعتنا الأمور مش مزبوطة يعني دلوقتي بعد المشروع ده لما بيتعمل أي حد بيقدم في المشروع ده بعد لما بيخلص التدريب بتاعه المهني بيتم عمل لي قياس مهارة حقيقي وبيتكتب مستوى العامل أو المهني اللي بيتم تدريبه بصورة حقيقية يعني مثلا سبك ماهر أو مبتدئ أو خبير أي أن كان مستوى الموجود فأصبح بقى عندنا حقيقة وصدق في البراند بتاعه ده بيرجع شمعة العامل المصر تاني على مستوى العالم إحنا هدفنا كله إن إحنا نصدر العمل اللي دي بره بعد لما نغطي السوق المحلي بطريقة حلو أشبت ده يعني أنا النهاردة رجل بطاقة دي مكتوف فيها موزيع لأنه متعين وأخدت عدد من الإختبارات هل السباك ده لما يعوز يروح لمصلحة الأحوال المدنية بيروح يكتب في المهنة سباك عظيم بيكتب كهربائك هل حد بيختبره أيها هو ده دي مركز بقى قياس المهارة بس ما منعتش التانيين إنهم يكتبوا ده في بطاقتهم لا لا اتمنع خلاص اتمنع بقيت وزارة العمل ما هو ده الجديد في المشروع ده هو معالي وزير العمل حسن شحاتها بيطبق قانون العمل اللي موجود من زمان بس كان تطبيقه مش بصورة كاملة دلوقتي بيتطبق إن ما فيش حد هيتكتب في بطاقته مهنة إلا إذا تم امتحانه بطريقة صحيحة تبع وزارة العمل في مراكز قياس مهنة تابعة لوزارة العمل ده اللي بيتم التقنيه دلوقتي في الوضع الحال هي لما نرجع للمنظومة تاني بقى من الأول خالص الهدف بتاعنا إن فيه مراكز تدريب معني أصلا على مستوى الدولة وفيه متدريبين خارجين من سنوي عام ودبلوم وخارجين جامعات بيبقى عايز يعمل شفتين كارير أو تغيير المصارب بتاعه هو خريج مثلا دبلوم صنايا بس هو لقى نفسه في الشبكات كويس لا نفسه في البرمجة كويس لا نفسه في صيانة الأجهزة كويس لا نفسه شيف لا نفسه مصور لا نفسه منتير لا نفسه عايز يغير الشفتين كارير بتاعه ولا عنده الحرفة وعنده المهارة أو والده شغال نفس القصة أو أخوه وعايز يعمل تغيير يروح فين دي كانت البداية بتاعتنا تسوأي لحضرتك باي فاند هل المشروع متعلق فقط بالحرف تاني اليدوية أو الصناعية زي ما حضرتك قلت كل ما هو تدريب ليه علاقة بالتكنولوجي يعني حتى أو التصوير زي ما اتكلمت إنه مبرمجين سيانة أجهزة كل الحاجات دي موجودة كل ما يعني يعني عدد المهن ضمن المشروع قد إيه فاند إحنا بدئين إحنا بدئين دلوقتي بخمسين مهنة والخمسين مهنة متوقعين هم يوصلوا للسبعمائة وستين مهنة للسبعمائة وستين مهنة دول ممكن يوصلوا لعشر تلاف مهنة أصل المهن مفتوحة وكل يوم في مهن جديدة يعني في مهن نزلت دلوقتي زي العربيات الكهربائية الناس شغالة في العربيات الكهربائية زي الزكاء الاصطناعي يعني أنت كل يوم عندك مهن جديدة موجودة والمهنة نفسها بيتم تطويرها بس إن حضرتك إن إحنا نمسك المجهود اللي تبازل وده أنا حابب أوضحه لأنه مختلف عن الفترات اللي فاتت بص حضرتك عشان تعملي تطوير لأي حاجة في الدنيا لازم تعرف تقسيها الأول يعني أنت عايز مثلا تعمل تطوير في حاجة معينة لازم تقسها تعرف هي فين عشان تعرف تعمل لها إيه التطوير المطلوب وعشان نقدر نعمل قياس لأي حاجة لازم يبقى عندنا معلومات عنها فدي البداية اللي كانت عندنا إحنا ما كانش عندنا معلومات عن إيه كورسات التدريب المهني اللي بتتعمل عددها عدد المتدربين إيه المجالات اللي محتاجة تدريب مهني إيه المدربين اللي موجودين طريقة اعتمادهم الشهادات اللي بتطلع بتطلع منين وإزاي المعلومات كانت ما كانتش واضحة جدا بالنسبة لنا فأول حاجة بالنسبة لنا إن إحنا نحط معايير فحصل فريق حط معايير للجدرات اللي هيتم التدريب عليها في المهن اللي بنشتغل عليها حاليا يعني ما فيش مهنة حاليا ضمن وزارة العمل هيتم التدريب عليها إلا ما لها معايير عن كيفية كل اللي هيتضرب عليه دي أول حاجة تاني حاجة عملنا معايير للمدرب وعملنا معايير لاختباره وعملنا رخصة ليه زي البطاقة بالضبط كده حضرك أي مدرب أنا بقول من خلال برنامجكم من أي مدرب في الدولة بيشتغل في التدريب المهني في أي مجال يقدم في وزارة العمل إنه عايز يحصل على رخصة مدرب معتمة بيقدم السيفي بتاعه وورقة وحاجته وبيتم اختبار ليه بسيط حتى التنمية البشرية أي مدرب فاندم يجي يضرب معنا أي مدرب يجي ياخد الرخصة ويحصل عليها بعد لما يكتزل الاختبار بصورة حقيقية ويبقى معها رخصة مدرب فعملنا معايير للمتدرب اللي هي الحقائب التدريبية والجدرات بتاعته عملنا معايير للمدرب وعملنا رخصة ليه عملنا معايير لأماكن التدريب لأول مرة دليل اسمه ترخيص في كل المعايير اللي نقدر نحطها لأي مركز تدريب عايز يرخص على مستوى الدولة عملنا المعايير بتاعته وكيفية إصدار الرخصة ليه بعد لما عملنا المعايير دي عملنا معايير خاصة بالجودة إزاي بقى نتابع المنصومة احنا دايما عندنا ميزة إن احنا ممكن ننفس كويس ونبدأ كويس بس ممكن المتابعة عندنا تنزل شوي فاحنا وإحنا شغالين حابين إن كل ترسم تروس المكينة العمل بتاعت مشروع مهني 20-30 تبقى متكاملة فعملنا كمان معايير للجودة عندنا إحنا داخلية اللي هو التقييم الداخلي أو self evaluation أو self assessment إن احنا عاملينه تقييم ذاتي إزاي إحنا نقيم مؤسساتنا ندربهم يقيموا نفسهم أثناء التدريب هل أداءهم كويس أو لا وإزاي إحنا كوزارة عمل كمان هننزل عليهم إسبوعيا وشهريا ونتابع معاه في إطار المنظومة دي معايير وزير حسن شحاطة برضو عمل وحدتين وحدة اسمها الرصد والمتابعة ودي عبارة عن إن كل مراكز التدريب اللي بتقدم تدريب مهني تكون متوصلة مع الوزارة كاميرات صوت وصورة على مستوى الدولة أي مركز بيقدم تدريب مهني كمرأبين جودة كمتابعين عشان نتطمن على جودة التدريب المهني اللي بيتم تحت إشراف الدولة في كاميرات صوت وصورة موجودة عندنا في الوزارة دلوقتي متابعة الشغل بتاعنا بالكامل بنقدر نشوف المستوى عامل زي آخر حاجة خالص عملناها أنا بكنا حضرك في المجهود اللي تبزل إن إحنا إزاي نحط معايير للمنظومة من أول الحقيبة المتدرب لمدرب المركز التقييم وعلى أساسه وضع المعايير بالضبط كده آخر حاجة عملناها عملنا معايير لتقييم المتدرب يعني حتى خلينا المتدرب اللي هيتدرب عندي عيسه كده عشوائي معتش لا عملنا ليه دليل اسمه دليل التقييم للمتدرب أقيمه إزاي أقيمه مهارته إزاي كل قد إيه وفقا لإيه مين اللي وضع الدليل ده مجموعة من الخبراء احنا حوالي 120 خبير تبعين للمشروع في وزارة العمل بناء على إيه بناء على الخبرات الموجودة خبرات عالمية وخبرات دولية والسوق العمل الموجود اشتغلوا عليها وحطوا كل المعايير وتمت مراجعاتها مع وزارة العمل وفيه طبعا تعاون بنا وبين الوزارات على مستوى الدولة في المشروع ده تعاون مثمر وبدأ يأتي بثماره احنا دلوقتي تقريبا في مئة مركز أخد رخصة مؤقتة بدأت لجان اللجان دلوقتي نازلة بتعمل عمليات التفتيش عشان الترخيص بتاعتهم تصدر رخصة نهائية ليهم مبارح كان فيه ربط لعدد من المراكز كاميرات صوت وصورة عندنا في الوزارة بلعنا نتابع التدريب بتاعهم صوت وصورة بدأ عندنا نستقبل طلبات المدربين عندنا دلوقتي ان احنا نعتمد المدربين في المجالات المختلفة وانا عايز اركز في النقطة دي موضوع المدرب وان هو معيار حاكم عندي تعرف حضريك احنا ممكن نعمل كل المنظومة دي والمدرب لو هو اداءه مش قوي المنظومة دي كلها ممكن فاحنا طبعا عشان كده الاستاذ الجمانة سألت السؤال مين اللي عمل يعني جميل ان احنا نعمل ولكن دايما احنا لازم يبقى لينا برضو مرجعية دولية اقليمية بحيث ان هي هي تبقى الميزان انا جميل ان انا اعمل الميزان بتاعي بس هل انا ضامن ان الميزان بتاعي معمول صح احنا وحنا شغالين دايما طبعا حضرك حرف ان العالم دلوقتي مفتح احنا شغالين عندنا مدرستين متأثرين به ومتعاونين معاه المدرسة الالمانية والمدرسة الفنلندية مطلعين على الشغل اللي موجود عندهم مطلعين على الاجدارات اللي عملوها على طريقة التقييم اللي بيستخدموها يمكن طريقة التقييم اللي بيستخدمها المتدرب هي نفس طريقة التقييم الفنلندي يعني طريقة التقييم اللي هنستخدمها مع المتدرب اثناء التدريب بتاعه هي نفس طريقة المدرسة الفنلندية المدربين طريقة العمل المدربين هي الطريقة الالمانية فيه ازاي نيئس المدرب وازاي نختبره وازاي نقيمه وازاي نقاهله فاحنا طبعا مهم على شك فيه ما نقدرش نشتغل احنا بشفعوزل على العالم وعايزين نوصل بالمستوى لأعلى ما يمكن فاحنا طبعا شغالين بالمدارس الأجنبية يعني فن اللحام المصري هيبقى زيه زي فن اللحام الألماني ان شاء الله يبقى احسن منه كمان احنا في القطار ده على فكرة الوزارة في المرحلة التانية احنا عندنا مرحلتين المرحلة الاولى اللي هو تقنين ووضع الحالي المرحلة التانية ان احنا هيبقى فيه تعاون بيننا وبينهم في ان ممكن ممكن ادرب جزء بر مصر وممكن اجيب ده كان سؤال حضرتك عشان اقدر اتأكد برضو انه فيه المهن تبقى محتاجة جزء عملية الجزء العاملي ده بيتم فين يعني هل فيه هنا مكان يقدروا يتدربوا فيه يحاكي التكنولوجيا اللي موجودة بره عشان اقدر اطلع عامل بنفس جدارة او كفاءة العامل الالمانيا ده دور مشروع مهني عشرين ثلاثين احنا حاليا اللي بنعمله ان احنا ده اللي بنتابعه عن مراكز التدريب المهني الخاصة مراكز التدريب المهني الخاصة عندها القدرة ان هي تعمل ده بس كانت محتاجة توجيه فاحنا لما عملنا الادلة وعملنا القطر وحددنا له الاجهزة اللي هتستخدم ايه ولا هيتضرب عليها ايه فبدأت المراكز الخاصة تبدأ بتجهز معاملها وتقدر تستوعب الامور دي وبالتالي برضو جزء من معامل ده اللي بدأ يتم تجهيزه بنفسه لتتوافق مع المهن احنا هدفنا العمالة تخرج تصدر تشتغل بره بأريحية مش يشتغل بره يحس انه قال بالعكس ده احنا حابينه ان يشتغل يبقى طالع ماهر ماهر ومطلوب منه اكتر يعني انا بعتبره زي ممثل او سفير للعمال المصريين الدفع الليقول هتطلع ان هم يقترعوا باداءه ويحس انه اداءه يمثل ويشرف المنظومة اللي طلعته منها ويطلبوا اعداد اخرى من نفس العامل اللي يشتغل في نفس المجال طبعا احنا شغالين التطوير طبعا عندنا بحث وحدة اسمها الارانديدير دي شغالة بحث وتطوير على كل مهنة يعني كل مهنة فيها جديد بيتم تبلغنا به وبيتم تزويده فيه وبيتم الاجتماع الفوري عشان نطور في اي جدارة من الجدارات الموجودة لأي مهنة دكتور شهيد يوزيني المقاطع ولكن نظرا نضيق الوقت سريعا جدا حابة اعرف من حديقة تعرف أستاذ المشاهدين الشروط ومتطالبات ان كان فيه مدرب عايز يلتحق او يتواصل مع وزارة العمل او حتى متدرب المتدرب فيه موقع احنا عاملين لينك على موقع وزارة العمل دلوقتي طبعا كل اللي احنا قلنا ده حطناه في منظومة الالكترونية وده اول مرة هتبقى منظومة الالكترونية على مستوى الدولة للتدريب المهني المنظومة بتشمل المتدرب ازاي يقدم وازاي يرفع ورقه وازاي ياخد ترخيصه وازاي يحدد معاد اختباره المتدرب ازاي يختار المجال اللي هيدرس فيه ويتدرب فيه والمكان اللي هيتدرب فيه ويقدر يشوف المكان كمان ويقدر يراه في تفاصيله مركز التدريب نفسه عشان يرخص بيقدر يدخل من خلال منظومة الالكترونية يرفع ورقه كله ويتم التواصل معه للتعامل الالكتروني مع الناس الكلام كله مش غديب على مصر من سنوات طويلة جدا جدا مصر يعني لطالما كان فيها امهر الصناع والحرفيين اللي اتاخدوا وراحوا لبلدان تانية ودلوقتي يمكن اشتكينا كتير من القصة دي او من قلة العمالة الماهرة واني يبقى عندنا الاهم يبقى عندنا سكيل او يبقى عندنا معيار او يبقى عندنا ميزان لهذا الامر مشروع طموح جدا بتقوم عليه وزارة العمل نتمنى ان يؤتي ثماره مبكرا واني احنا نشوف كوادر مصرية واني احنا نشوف دول في الاقليم بتاعنا بتطلب العمال بتوعنا لانهما عمال ماهرين وبتستورد هذه العمالة بناء على المعايير اللي احنا حطناها دكتور شادي محمد شلبي استشاري مشروع مهني 20-30 في وزارة العمل نورتنا وشرفتنا اهلا بك فاني سعادة بتوجدنا معاكم اهلا بحرات